قبيل مواجهة باتشوكا المكسيكي ضمن الدور الثاني لكأس العالم للأندية أكد الحسين عموتا مدارب الوداد البيضوي أن فريقه أمام فرصة تاريخية لا تتكرر مضيفا أن معنوية الفريق لخوض التحدي عالية جدا في هذه المنافسة أما اللاعب عبدالعظيم خضروف أكد أن فريقه ليس ذاهبا للنزهة وإنما لإسعاد الجمهور المغربي والدفاع عن حظوظ الفريق كأبطال للمغرب وأفريقيا طبعا أكيد أنه أول تجربة شيء عادي أنه دائم من يمكن كسب تجربة تبدأ دائما بالمغامرة أو الحاجة والحصول على الفرصة الآن يمكن فريق الوداد أمام واحد الفرصة التي هي فرصة تاريخية لما تتكررج دائما المهم فيها هو أنه نتعامل معها بشكل جيد الاستعداد بالنسبة لنا استعداد كان جدا جيد المعنوية داخل الفريق المعنوية هي إيجابية ومرتفعة لكن الحمد لله تخطيناها الآن نحن في كاسر المندي نحن في نوزها فهنا هو المسؤولي الكبير على العاشق لنا بالنسبة لنا كفريق بداول المعروف بالألقاب لنا يمكننا أن نطيح من الصورة لنا فأحنا نجينا هنا بش ندافع الحدود لنا كأبطال مغرب كأبطال إفريقيا فأحنا هنا بش نبينوا البوند اللي يعدنا اللي يطلعون اللي يعدنا بش إن شاء الله نشرفه الكورة المغربية إن شاء الله من جهته أكد ديغوالونسو مدرب باتشوكا المكسيكي أنهم فخورون بخوض هذه المسابقة وأنهم يحترمون الخصم المغربي باعتباره بطلا لأفريقيا أما لاعب وسط الفريق المكسيكي خارخ هيرناندز فأكد أن الفريق أو فريق الوداد يمتاز بسرعة لاعبيه وعليهم سد المساحات من أجل السيطرة على مجرية اللقاء تشرفنا المشاركة في هذه البطولة وأكبر حافز لنا أننا نشارك فيها بوصفنا بطلا للكونكا كاف خوض مباريات ضد أفضل الفرق هو حافز كبير لنا ومصدر فخر بإمكاننا التعلم من تجربتنا في الماضي والتعلم من الخبرات التي اكتسبناها من مشاركتنا في المسابقة نحن ندرك أنه ليس بوسعنا الاستهالة بأي فريق لذلك نحن نحترم خصمنا العديم بطل إفريقيا ندرك أنه فارق منظم بشكل جيد ويشن الهجمات المرتدة السريعة ويعتمد في ذلك على سرعة لاعبيه الكبيرة بسرعة حسنة لذلك فأن علينا اللعب بتنظيم كبير وأن لا نفسح لهم المجال